نقلة نوعية لو كان مثلا يكلمك المخرج هايفل بن يوسف على كاستينك في مسلسل باب الرسق كنت تتوافق؟ كيفين من الميدان انتي متعرفش هايفل بن يوسف؟ والله سمعني ما نعرفوش مخرج مسلسل باب الرسق متعبي برسق عسنين اه اما شعمال القبل اذا اول عمل في الدراما لكن عنده افلام معناه والله لا نعرفو سمعني ويقول إن ما نعرفو unlاعب الكل معنى في فرانسا قريب اشت ضربني يا قتلي كفاش ممثل وا متعرفني اش معنى مش مهم أحبيني انتي توافقت مشي الكاستينك ويقول لك يجا نش نعمال الكاستينك وبعده لو اقرر النامشي الكاستينك بيانسو خاطر الكاستينك انن بدي نشوف روحي فيه انتلاق مع الدور ولا لا فما كاستينك عديته في حياتي وما بعد قطولهم ليه مهوش دوري نحاس فرحي فورسي فى الواحى فهمت نحاس في روحي نمثل نمثل معانت ايش في باما ميوزيف الواحد وانا منخدمش على الفلوس دايو غذيك عليش نرفض عمال اللي يقود لك يروجوا الحاجات خايبين معانتنا من اجام شان اليوم يجيني دور ليسي للجيش الوطني مثلا واضحا نخطى ذا فهمتش نا شفت روحك في رجوج عبد الحميد بوشناق ما شفتوش شفت التصور اما عبد الحميد بوشناق منحبو بارشا تحبت اتعامنا معانتنا وانا دلا مميكول معانتنا قريت في التياترو مع جمعات التياترو معانتنا نفهمو بعضنا كان هو نهار ايراني في الرؤية اللي خرجية متاعو جسخي البخوميير في النوبة كيف كيف كنت نجم نكون فيه هما جس فهم حاجة لي معانتا في كيف نتقابل وفي ديز افنمون ولا في صهريت ولا في حاجة ديما يرون يلابس هكا وكل شي ما يخامو فيا يقولك اقننو ولا واحد ولا ما فينو ولا فهمت ما يقدش روحو ما بعد يتفرجو فيا في لفليم تاع بركاج ولا حكاية ولا فهمت يتفرجو بالقسم الدخلاني في اخرج عندك بالقسم الدخلاني ينسير عندك يلزم كامل ومثل تكون عندك هذي الفيستة عندك برشة أسل حالي كل مرة تخرج شخصية مختلفة بايش نجي معاك الفقرة صحيح ولا غالط عندك الكارتون بش تقولي صحيح ولا غالط صحيح غالط طول شككتلي في معلوماتي في عمر السابعة أسلين بجي تتمثل والمخرج اللي تعاملت مع هلول هو الفاضل الجزيري صحيح صحيح نحبه ببارشة وتعلمت من عنده ببارشة حاجات هيا ستي ما انتا جا في فيد لفيگوراسيون وما انتا ستي اون فانتا جور دفيگوراسيون اللي كان فيلم اسمه ثلاثون وكنا نصوره في استوديو في الستاق اللي اول مرة نكتشار شمع انتا استوديو متاع تينيما شمع انتا فاو شمع انتا تمثيل شمع انتا دي كوستوم شمع انتا مخرج شمع انتا فيگوراسيون شمع انتا يعني فاضل الجزيري عنده فاضلالي فاضل كبير برشة هو داخلك الميدان والخدمة متاعه عطريزة مع انتا مطروزة سيدلا دنتال وعاوت خدمت معاه في عمر سبعتاش نسنة مسرحة حيات صحب الحمار مع انتا انا وقتا كي بكرت هذي عامل معروفة برشة عامل معروفة برشة معانتا كنا في صحب الحمار يجي بلنا عيثم الحذيري نتعلموا الغنية نتعلموا هذو ما العباد اللي انا عناية زغل معانتا كيف نروح لتونس ونقول ماذا باي اللي نخدم معاهم اكثر ماذا باي اللي فهمتشنا معانتا نحنا نحكيو على التالوفزة واحد معانتا وينفوات عامل عمال في التالوفزة تولي العباد ماذا بيهم يراو كديما في عمال متاع شهرة ماذا باي هذو ما هموني اكثر من الاذواء والشهرة هموني اكثر من الاذواء والشهرة اموانك تكون اذواء والشهرة كي نخدم مع نتفليكس ولا كي نخدم مع تاوى اتا نجيو الأعمال صحيح ولا غالط؟ ولدك كانت تشاجعك برشة وهي كانت تدور بيك في الكاسيك الآية صحيح هاي تازني امي وصلت قابلة سهير بن عمارة وقت اللي سهير بن عمارة مثلا موت عليها اختي وساحبتي كانت بخومير اسيستانت متاع سامير فهري انا هاكا كوبري معانتا مزيل وقتها مكتوب واحد فهري ما هزيتني للواحد معانتا امي اللي حابت معانتا ايلا ديكوفيرسو تالون موا وشاجعتك وشاجعتني معانتا استاذ مرتفية زيدا الحقيقة برشة ولي الحمدولله يا ربي رجع لها معانتا فين يوم ثلث وان شاء الله نهدي لها حجة ان شاء الله نزيد نبني لها ديار ان شاء الله بغيف ان شاء الله كل شاي رجع لها معانتا رجعت لها حاجات ايه كي ماشا؟ نحبش نحكي على الماتيريال مي برشة حاجات غيانكو دي مومون عديهم انا وياها وحدنا نقعد نحكي لها نصدع بحثي الفرنسا نخرجها نوريها نوريها كيف حضرت الدور هذة وينمشيت لعبت اللي قابلتهم شكو نسئلت عاليش نيا يخليني اليوم كوني نعمل دور كي ما دور عاليا نوريها ديتخافستي بالحق في فرنسا يعيشو هكيكا طوالي تفه معانتا انا نتصور كونو الوالدينا يربيونا جسكا ان سيخطناج ونباعت تتقلب بلحكي خاطر لجنراتيان انا ومي وحمدوله مينيش في عركة بالعكس في تكامل معانتا قولها ما اليوم الحكيات تتيرهاك اليوم في البلد هذية يتيرهاك اليوم معانتا وصلتها زيتها البريز انا نسكن في جات بريود نسكن في كارتي غي في بريز اللي فاما دي بوات دوني غي ونراو تصاور ومانتا نراو حاجة خلينا اللي ما نراوه مش في بولدين العرب امي قاد حالة عينيها كي قتلي شو كيفيش عاملينو لهم بقايحهم ومحترمينهم وكيفيش كل واحد يعيش قتلي ملا احترام مانتا نجي ونشوفو نلقاه اللي العقلية مهيش مشكلتها الحرية مشكلتها الاحترام واضح بعد ما كنت ممتاز في الدراسة نجحت بعشرة معدل ومشيت قريط في المعهد العالي الفن المسرحي وندمت صحيح هو اننا دم معناتها في مصلحة عليش ندمت اللي قريط في المعهد العالي الفن المسرحي ندمت على خطر انا متعطس برشا للتمثيل كي دخلت المعهد العالي الفن المسرحي وضحيت هذا الكل نحكيلك دوزناني سوغندير عندي ديزويت دو الموين كانوا باكسيانس وليتنا غير كانت هذيكا معانتها فارس ايه داي واضح اما عليش ندمت؟ ندمت خاطر ان القروحي مليش قاعد نمثل معانتها انا وقتها في الاماتور جاتي دجا في الاماتور نمثل اكثر ملي في المعهد العالي وخرجني انا المعهد هذي هو اللي بعثني للفرنس انا وعقولك عليش ندمت انا في البرميراني بنا في البرميراني هذو ما دانش ناشونال سكول استدعى اختاروني بشي بعثوني لفرنسا قال لي ليه كمش زيد تغيب مرة أخرى رأت إليميني معطينا فرحان لي هذو ما اختاروني ماشي لفرنسا بش نعمل غزيدان سينيك ماشي عملت وقتها؟ في الطيارة نبكي خاطرني مدوب بالمعاندها فنت عارف رحينا مدوب معني زحيت بالعام وشي زحيت بالعام عاوت رجعتش نقرأ في ليزاد وانا مدوب المسيور منعم شويه تزيد بعثني لفرنسا ستاج واحد اخر وقتها في ساعة مانتها عربت كملت الستاج اللي كي اتت بريفو وكملت تسالي خويا يعيش دجا في فرنسا وانا وقتها دي سيبان في مخي معنتها ماشي حب نقعد في تونس ولي كونديشان ما مش عجبيني يلزمي نبادل البلات لم يتساكي ما قلت حتى حد ما قلت حتى شاير حتى حد وهزي تروح يمشيت مع خويا مي محرقتش الفيزا عادي تن كونكور اللي هو ولي عاديو الكنكور اذا يخذو يونفانتين معنتها يقاريوهم بليش تقبلت في الكنكور دونك فرنسا استبنتني صحيح عطتني بورس صحيح وكلتني صحيح شربتني صحيح انا اليوم فرنساوي معنتها شوي فرنكو تونيزيان وكما عمري ما نسا انتي توتعددلي في النقاط هكالإجابية متاع فرنسا بانسور كما نقاط الإجابية متاع بلدي معنتها الزوز معدتش بارش الحقيقة كيسيش ما ننجمش ما نعدتش بارش تعتونس وين موجود لهنا خدلك من قبيلة عينيها زغلوا بالدموع خاطر بلادك راهو هي بلادك تعمل اميسيون في بلادك مش لو كندراش تعمل بره معنتها واضح